من فرائل الصيام أن الله تبارك وتعالى يجزي به يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن الله تبارك وتعالى يقول كل ابن عادم له إلا الصوم فإنه لي ولا أجزي به وسر والله أعلم في أن الله تبارك وتعالى يجزي به أن هذه العبادة العظيمة ألا وهي الصوم سر بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى لا يطلع عليه أحد من الناس لذلك قال الله تبارك وتعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ومن فرائله أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك وخلوف الفم هو ما يتصاعد إلى الفم من الأبخرة وهذه رائحة مستكرها عندما شم الناس في الدنيا لكنها طيبة عند الله تبارك وتعالى لأنها ناشئة عن طاعته سبحانه وتعالى ومن فضائل الصيام أيضا أن للصائم فرحتان فرحة يوم فطه وفرحة عند لقاء ربه كما قال المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وأيضا من فضائله أن الله تبارك وتعالى خصص بابا يوم القيامة خاص بالصائمين يقال له باب الريان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب خاص للصائمين يقال له باب الريان لا يدخل منهم لا يدخل أحد غيرهم يوم القيامة فإذا دخلوا أغلق فلم يفتح لأحد منهم بعدهم